سؤال من أحد ممن ابتنوا بالوساوس القهرية في باب الطهارة أقول أعلم أن في مذهب المالكية أن الماء المنفصل على النجاسة قبل زوالها غير متغير فهو طاهر يعني أن الماء مادام لم يتغير وإن لاقى نجاسة فلا يزال على أصل طهارته فهل يلعمل بهذا القول أنا أعاني كثيرا من الوساوس في باب الطهارة الجواب عن هذا يا رعاك الله هذه المسألة من مسائل النظر بين أهل العلم والراجح فيها أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس بملاقات النجاسة إلا أن يتغير بها إن تغير أصبح نجسا ولا يجوز التطهر به فلا يضرك وهو مذهب الملكية كما تفضلت فلا يضرك لو مر الماء القليل على النجاسة إذا تحققت أنه لم يتغير بها لأنه لا يتنجس بذلك القاعدة أنه إن تغير بالنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور هذا بالإضافة إلى القاعدة العامة أن من وقع في ضرورة قل لدى من أجلس ترجمة نانسي قنقر